انتهت المدة الممنوحة لتشكيل التحالفات السياسية في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو المقبل مدة شهدت في لحظاتها الأخيرة تسارعا للأحزاب والكيانات السياسية للدخول في مفاوضات لتسجيل تحالفاتها بهدف ضمان نصيب من المكاسب والامتيازات والاستحواذ على أصوات الناخبين بحسب المصادر لم يفلح نولر المالكي رئيس حزب الدعوة بإقناع رئيس الحكومة حيدر العبادي بدخول الانتخابات تحت قائمة انتخابية واحدة فيما ضم الأخير المنتشي بدحر داعش التيارة الصدري ضمن قائمة أطلق عليها قائمة النصر وقال إنها عابرة للطوائف لمحاولة رسم صورة عن المشهد قبيل الانتخابات العراقية معنا الآن من بغداد الكاتب والبحث السياسي حمزة مصطفى بإمكانكم أيضا مشاهدين أن تشاركوا في الحوار بإرسال الأسئلة والتعليقات إلى موقعنا تويتر وفيسبوك مساء الخير أستاذ حمزة برحبا بك معنا في غرفة الأخبار يعني لم تتضح بعد بحسب الموعد النهاء انتهى قبل قليل لا أدري إذا كان لديك أي معلومات عن أهم وأبرز التحالفات التي تم تسجيلها قبيل إغلاق الباب أمام هذه المسألة نعم شكرا جزيلا الحقيقة التحالفات أو تسجيل الكيانات تمت يعني رسميا اليوم انتهت المدة لكن الآن يجري التحالف ضمن هذه الكيانات بين الأطراف السياسية يعني العراقية لكن بشكل عام استطيع القول أن كل التحالفات من حيث الشكل وطنية وعابرة ولكنها من حيث المضمون طائفية وعرقية إذا أردت أفكك هذه المنظومة من حيث الأكراد مثلا لم يدخل أي حزب كردي ضمن قائمة عابرة للكرد للقومية الكردية بالنسبة للشيعة أيضا للقوى الشيعية لم يدخل أي حزب شيعي ضمن كتلة عابرة سنية يعني مثلا شيعي من كربلة أو النجف يدخل ضمن قائمة في الموصل أو الرمادي أو بالعكس وكذلك الكتل السنية هذا كتفصيل أساسي بمعنى آخر أن الكتل التي صدعت رؤوس العراقيين طوال السنوات الأربع الماضية بأنها ستبني كتل عابرة للعرقية والطائفية فشلت تماما في الربع الساعة الأخير من تسجيل الكيانات السياسية وعاد كلهم إلى حضنه الطائفي والبيئي والمناطقي وهذه طبعا نكسة للديمقراطية واللي ما يتمنى الشعب العراقي بشكل أوضح بالتفصيل في هذا تفضل أكمل أستاذ حمزة نعم تفضل إذا تحدثنا عن كتل وأشخاص مثلا الكتل السنية التحالف الأبرز الآن هو الذي جمع بين الدكتور أياد علاو بالنسبة للدكتور أياد علاو هو الكتلة الوحيدة العابرة تقريبا منذ أن تشكلت هو الرجل شيعي ولكن يرأس كتلة معظمها من السنة وبالتالي هو مقبول في المناطق السنية فتم تحالف بينه وبين الدكتور سليم الجبوري والدكتور صاحي المطلق ومعهم آخرون أيضا هناك كتلة سنية أخرى تجمع كتل أخرى بمسميات مختلفة الكتل الشيعية هناك كتلتان رئيسيتان يتحكم فيها ثلاثة أطراف هي تلاف الدولة القانون فيه جناحان جناح العبادي وجناح المالكي وفشل حتى اللحظة في أن يدخل في قائمة واحدة وبدأوا يبررون أن دخول المالك والعبادي في قائمتين من فصلتين يعود بالنتيجة بالخير لحزب الدعوي باعتبار هناك أطراف يعني تؤيد المالكي وترفض العبادي وهناك أطراف تؤيد العبادي وترفض المالكي وبالتالي كل الطرفين يتكاملان بالنتيجة في مفهوم واحد برغم أن نعرف أن الخلافات جذرية بين الرجلين الطرف الآخر المهم هو التحالف الذي بات يسمى الفتح المبين والذي هو قوى الحجد الشعبي حسب آخر المعلومات أن العبادي قد يتحالف أو قطع شوط طويل في التحالف مع الحجد الشعبي ولكن اعتدنا على ربع الساعة أو دقائق الأخيرة ربما تكشف عن أمور أخرى لا أحد يستطيع القطع فيها فكل الأمور متغيرة ولكن هذه هي الملامح العامة للتحالفات والكتل في العراق خلينا أسألك عن اتلاف دولة القانون أستاذ حمزة هذا ربما كان التطور الأبرز مسألة حزب الدعوة والاعتلاف وأنه قائمتين قائمة للمالكي وقائمة للعبادي أولا لماذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى قائمة موحدة أو تحالف واحد في هذه الانتخابات هناك خلافات بين المالكي والعبادي منذ عام 2014 منذ أن جاء العبادي رئيسا للوزراء المالكي ومعه أيضا مجموعة من قيادات حزب الدعوة لم تكن راضية عن الطريقة التي جاء بها العبادي إلى رئاسة الوزراء برغم كل ما حصلهم يعتبرون أنه كان ينبغي للعبادي أن يرفض المجيء وبالتالي المالكي هو من يختار بديله وللعاسة الوزراء هذا الموضوع طبعا شكل فارق بين الرجلين وهو أمر لم يعد ممكنا الغض النظر عنه ولكن حزب الدعوة يقول القيادات الكبيرة فيه أنه ليس بإمكان السيد العبادي أن يخرج أن ينشق عن حزب الدعوة لأنه سيلتحق بركب طويل من القيادات الحزبية التي انشقت عن حزب الدعوة وضعفت فيما بعد أي أن كل واحد يدعي الشرعية لنفسه السيد العبادي لديه مؤيدون من حزب الدعوة وقيادات في المكتب السياسي وفي الشورى وهو يرى أنه ربما الآن لحق باعتبار أنه هو الذي حرر الأراضي من داعش وهو الذي يتمكن من تجاوز عقبات كثيرة ويحمل سلفه المالكي بطريقة وبيخرى مسؤولية ما حصل على صعيد دخول داعش وعلى صعيد كثير من الأمور والمالكي يعتقد أنه القائد الشرعي لحزب الدعوة بانتخابات حرة هذه الإشكالية لم يتم حلها حتى الآن لكن عمليا الآن لا يمكنه لأن الدخول في قائمة واحدة تعني المالكي رقم واحد والعبادي رقم اثنيا والعبادي الذي يعتبر قبيضة القبان في كل شيء وهو الرقم الصعب لا يمكن أن يكون رقم ثاني فعمليا سيدخلان في قائمتين من فصلتين ولكن حتى المفاوضات التي يجريها العبادي مع الآخرين يبدو بشروطه هو وليس بشروط سواه باعتبار أنه لا يزال يعتقد أنه مرغوب من قوة كثيرة ويستطيع أن يشتذب من يريد أن يشتذبه إلى عصف به طيب فيما يتعلق بالسيد المالكي هناك من يرى أن السيد نور المالكي قد تكون لديه مشكلة في البحث عن حلفاء في الانتخابات المقبلة ما رأيك في ذلك؟ من الذي سيتحالف معه؟ أو من الذي يتوقع السيد المالكي أن يلجأ إليه في أي تحالف ممكن؟ الحقيقة المالكي كان يتوقع أن يكون الحشد معه ولكن الحشد ذكل بقامة من فصلة اسمه الفتح المبين وهو الآن يتفاوض مع العبادي في هذه الموضوع المالكي لديه ائتلاف دولة القانون ومن معه من حزب الدعوة وربما قوة أخرى منها قوة سنية أيضا سوف تدخل مع المالكي ولكن لم تتضح هذه الصورة حتى اللحظة من سيكون معه لا توجد قوة رئيسية من القوة السنية ذا تحدثنا عن دكتور سليم الجبوري كان متوقع أن يدخل مع المالكي ولكن لم يدخل أيضا هناك أطراف في الحشد الشعبي السني ربما سيكون بعضها مع المالكي وسيكون بعضها مع قوة الحشد الشعبي ولكن كرموز كبيرة حتى الآن لم يستطع السيد المالكي اجتذاب رموز كبيرة سواء كان من السنة أو من الشيعة حتى المدلس الأعلى مثلا يجري الحديث الآن يتأرجح بين أن يكون مع المالكي أو مع الحشد وكذلك الحكمة برعاية السيد عمار الحكيم أما التيار الصدري الذي يتزعمه سيد مقتصير فهذا مستحيل أن يكون مع المالكي وبالتالي هو ربما حسم أمره مع العبادي طيب لنعود إلى تحالف الفتح المبين الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي أولا من المفترض أن هذه الفصائل أو هذه الشخصيات تعلن انسحابها من أي كيان مسلح حتى تتمكن من خوض هذه الانتخابات بصفة مدنية أليس كذلك نعم هذه أيضا إحدى شروط التفاوض مع العبادي يعني العبادي ضمن شروط التفاوض هذا ما تسرب إلينا من معلومات أنه يريد لبعض الفصائل أن لا تشارك أو أن تنسحب من هذا الأمر حتى يقبلها أو حتى يقبل الانضمام باعتبار أن مشاركته فيها ستجب له غضب الأمريكان باعتبار الأمريكان دائما يضعون ذيته على قوى الحشد وهو مدعوم بشكل أو بآخر من الأمريكان وهو ما يريده أن تنسحب على هذه الفصائل التي لا يريدها أن تكون ضمن الانتخابات ولكن بشكل عام بعض هذه الكيانات تم تسجيلها يعني إذا تحدثنا عن مثلا عن فصيل مهم هو عصابه للحق عصابه الحق أصلا قبل هذه الأمور هو كان دخل ضمن قائمة في عام انتخابات 2014 اسمه الصادقون ولديه بقعد واحد في البرلمان واشترك في الحجد الشعبي وعليه فيتو أمريكي ولكن هو لديه جناح سياسي كل القوى هذه العصائب أو الكتائب أو بدر أو سرائي السلام وغيرها كلها أعلنت قبل فترة عندما تم الحصر السلاح بلاد الدولة كلها أعلنت عن الفصل بين طلبت من مقاتليها نزع أسلحتهم والانفصال عن الإطار السياسي لهم وينتمون رسميا إلى الحجد الشعبي كمؤسسة أسكرية يعني الآن القوى الذكرة باسم الفتح المبين هي لا تمثل الحجد الشعبي تمثل جناح سياسي شارك في القتال ولكن الآن هو يريد أن ندخل بصفة مدنية باعتبار أن من هو موجود ضمن الحشد سيستقيل من آلية رسمية المؤسساتيك ومن الحشد قوى عسكرية ويدخل في الإطار المدني هذا هو الإطار العام لمثل هذه التحركات هل برأيك هذا الفصل بين العسكري والمدني ممكن قد يكون ممكن من الناحية الشكلية في لبنان على سبيل المثال هناك كتلة تسمى كتلة الوفاء للمقاومة كتلة حزب الله في البرلمان هل نحن بصدد شيء من هذا القبيل في حال ترشح هؤلاء وتم انتخابهم إلى البرلمان يعني إلى حد كبير هذا الكلام صحيح يعني تقريبا مشابه لهذا لأنه من الصعب الفصل يعني هذه الفصائل لديها أجنحة مسلحة وشاركت وبعد المشاركتها في قتال داعش يعني ترى أنها قدمت تضحيات يعني وبالتالي هي تستحق لديها جمهورها الذي سينتخبها باعتبار أنهم مثلوه في مراحل صعبة من الحياة العسكرية يعني احتلال داعش لثلاث محافظات أو أربع ولكن طبعا من الصعب الفصل من الناحية الواقعية لا يمكن الفصل بين جناح مسلح سياسي وجناح عسكري صحيح هذا الجناح عسكري أنضم إلى الحجد الشعبي كقوة عسكرية ولكن من حيث الولاء لا يمكنه أن ينفصل تماما عن بيئته التي ينتمي إليها لذلك الفصل صعب ولكن الإطار الشكلي للقانون هذا هو يعني يستكمل إجراءاته الشكلية وتقبله بالمفوضية ويدخل الانتخابات ولكن على أرض الواقع لا تزال المسألة مختلفة يعني حتى موضوع حصر السلاح بالدولة لا يزال يعني مسألة لم تم حسمها بشكل صحيح حتى الآن لا تزال الأسلحة موجودة عندها فصائل كثيرة وعندها جهات كثيرة وربما يصعب كثيرا السيطرة عليها في المدى المنظور طيب دعني في الوقت المتبقي حوالي دقيقتين أستاذ حمزة أعود إلى مسألة الكتلة أو التحالف العابر للطوائف تحالف السيد علاوي الجبوري المطلق إلى أي مدى برأيك هناك فرص جيدة لمثل هذا التحالف في الانتخابات القادمة هذا التحالف لا أعتبره عابر بمعنى العبور الذي يجري الحديث عنه هو بالأساس كتلة الدكتور أياد علاوي هي الكتلة العابرة الوحيدة منذ 2014 إلى اليوم هي كتلة تضم كيانات مختلفة أي غالبيتها سنية ولكن زعيمها شيعي ولكن مقبول هو رجل لا يؤمن بالطائفية عندما دخل اليوم بتحالف مع الدكتور سليم والدكتور المطلق الدكتور سليم الجبوري والمطلق بيئتهم سنية يعني الدكتور سليم الجبوري من الديالة والدكتور سليم مطلق من الأنبار لا استطيع يعني ليس لهم حضور مثلا هذه الكتلة لن يكون لها حضور في البصرة في العمارة في الكربلة أو في كردستان وذلك من الناحية الواقعية لا توجد كتلة عابرة أبدا كل الحديث الذي كان يجري عن كتلة عابرة ظهر الآن أنه مجرد كلام وأن الجميع الآن عائدوا إلى بيئاتهم الطبيعية وهذا كما قلت أنا في إجابة سابقة تعتبر أكبر نكسة الديمقراطية لأنه كان يفترض يتحدثوا كثيرا عن برامج ووعود كلها تتحدث أنهم هالمرة سيتجاوزون باعتبار أن المشاكل التي عاناها العراق طوال أربعة طاع السنة هي بسيئة المحاصصة العرقية والطائفية واليوم عندما يتجري هذه التحالفات نحن الآن أن نتحدث معك لا يزالون في اجتماعات مستمرة ولكنها للأسف كلها اجتماعات عرقية وطائفية شكرا جزيلا لك الأستاذ حمزة مصطفى الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بغداد